تراجع الدولار إلى أقل مستوى في شهر بعدما جاء بيان البنك المركزي الأمريكي دون مفاجآت تذكر حيث أيد معظم المشاركين في الاجتماع رفع الفائدة 50 نقطة أساس في يونيو ويوليو وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 2 من 100% إلى 101 من 10 نقطة وانخفض العائد إلى سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام إلى 1.4%